مهانس ويد العطار طبعا براحب بيك معنا عشاش قناة النادي لان اعلم بيكي يعني النهاردة طبعا قرعت الدوري وسيزون جديد نتمنى بقى ما نشوفش الأخطاء اللي فاتت يا رب بس بصي كل سيزن احنا بنقابل فيه تحديات وصعوبات مش من عندنا تبقى جاية من برا والحمد لله احنا اتغلبنا عليها كتير يمكن لنا يا بحمد دياب في كلمته وقال احنا اتغلبنا على كم من الصعوبات والتحديات السنة دي عشان نوصل لأول مرة من 3 اربع سنين يبقى فيه راحة سلبية للفرق بتاخدها في الدوري فدي حاجة تحسب لطبعا الربطة وكل القائمين على الدوري طيب ازمات بقى زي الحضور الجماهيري وبعض التعليقات او الغضب الجماهيري ايضا على التحكيم بصي احنا دلوقتي فيه موجود معنا مستر بريرا على رأس المنظومة التحكيمية الراجل بيحط سيستم جديد يمكن ابتديني نشوفه خلال اليومين اللي فاتوا دول جايز الناس لسه مش واخد عليه قوي موضوع تصنيف الحكام وانه يبقى فيه حكام درجة اولى ودرجة تانية وهو الراجل كان بيوصفها انها زي الاندية بيبقى فيه حد قسم اول وقسم تاني وقسم تالت ده بالنسبة للحكام ان هو يكتهد عشان يتم ترقيته والحكم اللي بيعمل اخطاء كتيرة او مستوى الفني بيقل بينزل للدرجة تانية هو شبهنا زي الاندية بالزبط فاعتقد السيستم ده ممكن يبقى بيدي حافز اكبر للحكام انها تكتهد وانها تأدي بشكل افضل اللي يوصلنا ان احنا ان شاء الله يبقى احنا مش هنمنع الاخطاء التحكمية تماما ولكن هنقللها بنسبة كبيرة جدا فيبكي المالخيرة بقى للاندية عايز اقول لهم ربنا يوفق الكل طبعا دايما اتحاد الكورة في ظهركم ظهر الكل وان شاء الله نعدي موسم جيد وان شاء الله نقول الفايز مبروك والخسراني بارد لبتي الف شكر لي سيئة كابتر علامة يوب طبعا براحب بيك معنا شرش قناة النادي اهلا بيك انا واهلا بجميع مشاهدي قناة الاهلي النهاردة بقى قراءة الدوري وموسم جديد ونادي الاهلي جاي من انتصارات كبيرة وانت طبعا كنت احد نجوم نادي الاهلي السابقين احساسك كلعب كورة بعد موسم حققت في كل حاجة ودخل على موسم تاني انت بتحديات انت يعني لس يعني طريبا نحققت كل حاجة فمشعر في الساعة حقق ايه تاني جديد شغف عندك يا بعمل ازاي احساسك كلعب ازاي كلعب شغف موجود دايما ودي ميزة دايما اللعي بالنادي الاهلي الحمد لله مهما ياخد بطولات ومهما يبقى بطولات كبيرة عشان كده هو ده النادي الاهلي بكل بطولات الحمد لله على مدار الاجيال الكبيرة والعدد كلها بياخد بطولة بينساها بيدورها التانية بيدور يعني ان شاء الله نادي الاهلي هي لعب كاسة سوبر عايز ياخد كاسة سوبر ان شاء الله طبعا هيفوز بها الرب ان شاء الله ينسى السوبر يخش على دولة يخش على افريقيا هو ده دي تحس ده طبعا نادي الاهلي بكل اللي لعبته السنين اللي فاتت واللي جاية واللي جاية واللي جاية هو بطولة بتخلص جمهيره عمتا جمهير النادي الاهلي كمان تعس انها جمهير مختلفة بطولة خلصة مبروك الحمدلله ونفرح لكن في واحدة تانية احنا لازم تجيبوها هو ده النادي الاهلي وهو دي عظمة النادي الاهلي بلعبته بجمهيره بمجالس ادارات كلها هي مباراة مش مسهلة خلصا المبارات اللي هي المباراة البطولة بتاعت المباراة الماتش الواحد دي مسهلة لكن هو النادي الاهلي الحمدلله متمرش كواس قوي والاتحاد العصام عارف قيمة النادي الاهلي وتكلم عنه طبعا اكيد طبيعة كواس جدا لكن كولر من نوعية المباراة اللي بيحب يخش مباراة انا عايز اكسب هو ده دي طبيعة كولر واللي عاية النادي الاهلي كده كلهم لكن هي في الاخر هي مباراة مسهلة بالمرة مباراة لازم لازم موجود داخل مباراة ذا دي بالضبط 50-50 لازم تعملي كل الحسابات احترام كامل لفريق اتحاد العاصمة لكن في الاخر انت النادي الاهلي متمرش بطولة دي وان شاء الله انا ده اهل يفوز بها ان شاء الله والله يبص هيك بداية لسه جديدة مع فيوتشر مودرن فيوتشر بتمنى تبقى المباراة اللي قولها يعني في السهل كده وبعدين ممكن بقى نخش عايز زمالك في نص الجدول ما فيش مشكلة مواجهات بقى الاهلي وزمالك مع بعض بحبها في نص مش عايزة في الاول يعني في النص الجدول بتقى الأمور بدأت تظهر بتبقى تعرفت المباراة بدأت تتلاقي بكتير اللي هي بقى تخش فرما بتبقى احسن وتبقى فيها تشوير لمشاهد نفسه لكن انا بتمنى طبعا في نص الجدول